في آل 1989 طلع مصطلح مهم جدا في كتاب اسمه العواطف لها عواقب الدكتور فريدك كان بيقول مصطلح متلازمة الطفل مدلل بعد الاضطرابات النفسية زي النرجسية التلعب النفسي اضطراب الشخصية الحدية قد يحدث بنسب كبيرة من الاطفال المدللة كل الاطفال طالما هم تولدوا ما عندهمش مية في المخ أو ضمور في المخ أو أي حاجة يبقى طفل سوي لو ما كانش عنده الحاجتين دول طيب هو طفل سوي هو طفل حبقري يزد بمعنى الطفل هو بيرضع من والدته كان في شهور بيكون فاهم بيبص على والدته رأكشناتها ممكن يعد والدته هو بيرضع فبيشوف رأكشنات تنو الصوت فبيتعلم ان ده حاجة صحة ولا غلط عشان كده بيلاقي الاطفال هم صغيرين لما بيمد ايدهم مثلا هم بيعرفوا الاكشن ده حلوة لوحشة من الدحكة فالأب بيدحك والأم كالشرق فهو مش قادل يتوصل بصعب قري انا دائما بفتكر بيكاسو قالك انا لو كنت في الكنيسة ماما قلتلي كان زماني بقيت رئيس القصاوسة انا لو كنت في الجيش كان زماني قادي الجيش بس انا بقيت فنان فبقيت بيكاسو فكلنا عبقرة اللي بيحدد ده اول ثمان سنين في الطفولة يتحط يقام على لفظي وبدني يتلوحة عبقرة